محمد المغاري المرأة القروية بصفة خاصة والناس اللي سكنين في العالم القروي اللي كتعرفوا الظروف ديالهم شوية صعيبة وبالنسبة لشجرة الأيرغان كما كتعرفوا رأي واحد شجرة اللي هي نادرة اللي كتتواجد غير في المغرب خصوصا في الجنوب اللي تخدت تقريبا في 1998 كطورات عالمي غير لا مادي من طرف اليونيسكو وبالنسبة لشجرة الأيرغان رأي كتعني لنا شيء الكثير لأن الأغلبية ديال الناس ديالبوادي خصوصا في الجنوب ديالمغرب هناك نضرع الإقليم الصويرة أقاديري دوتانان وبالنسبة لنا كواحد من الساكنة ديالإقليم الصويرة شجرة الأيرغان هي بالنسبة لنا واحد دخلة في التقاليد ديال المنطقة وما لغوزمون تقريبا واحد تلسنين هاديرة كتعرفوا المغرب بصفة عامة هادل حال هادل الجفاف اللي أطرت بشكل كبير على هادل الشجرة هادية وبالتالي على المنتجات ديالها ونتمنى إن شاء الله قادم السنوات تكون أفضل بنسبة للتعاونية ديالنا كما لك لكم كان نخدمو على المنتجات المجالية اللي عندها علاقة بشجرة الأيرغان سواء ديال الأكل سواء ديال تجميل وماي وذلك الشي اللي كيتنتج عليها من مواد أخرى كالكريمات مقشيرات ديبو ماليف يعني دي شامبان دي جيل دوش تسكي كوسميتيك وبالنسبة لنا كنتواجدوا الأول مرة في هذا المعارض الدولي لشجرة الأيرغان اللي كيتنضم بالرعاية السامية ديال لصاحب الجلال نصره الله في اليوم اللي كيتصاد في اليوم العالمي لشجرة الأيرغان بالنسبة لنا من هاد المنبر ديالكم كان نبغي نشكر السلطات ديال إقليم صويرة على رأسهم السيد عامل صاحب الجلال على إقليم والناس اللي المدير الإقليمي ديال الفلاحات اللي ديرين زعمهم جهودات جبارة وكبيرة في تطوير هاد القطاع خصوصا التعاونيات الفلاحية كنشكرهم على الدعم ديالهم بزاف بزاف لأنهم أعطونا واحد يعني أعطونا داروا معنا يدهم باش نطوروا في هذا المجال هذا لأنهم يساعدون محرورا نهاية الدعاء وذلك نهاية الدعاء